موسيقى 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 للضياء و 45% عندهم أضرار متفاوتة بالنسبة للسلع. ما هما الانتظارات؟ حيث ندرنا الإحصاء ولكن أيضا أنصتنا الانتظارات هذه التجارة بالنسبة الذي ينتظره مننا. عندهم أولا ترميم المحلات التي أصبها تشققات غير خاطرة وإعادة البناء والول والترميم هو الثاني والدعم المالي من أجل إعادة المخزون من استيلاء ومواجهة انخفاض النشاط لأسباب التي تعرفها كاملين تجاري وتغطية ديون الزبناء والموردين في هذه الضرفية. ومن بعد قمنا بإعداد برنامج لمواكبة هذا التجار هذا البرنامج في قيد التقييم من الجهات المسؤولة ونعرضوه من بعد اللجنة الحكومية باش تصدق عليه ونبدأ ونشره فيه في أغطاء بوقت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر